مريم سميح عشان تقول لنا اطلالة اخبارية مهمة اتفضل يا مريم برحب بيك طبعا يا استيس إبراهيم برحب بحضرتك بشمان سعادلي برحب بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان الحقيقة مبسوطة جدا ان انا معاكم قامات كبيرة جدا ورموز اهلوية عظيمة الحقيقة اكيد اضافة كبيرة لي ان انا يكون معاكم النهاردة في الاهلي في رمضان ولا حلقات الاهلي في رمضان وطبعا حاب اقول لكل مشاهدي قناة الاهلي كل سنة وحضراتكم بألف خير طبعا يعني يا استيس إبراهيم يا بشمان سعادلي النهاردة قولنا ايه اللي اطباق اللي معاكم النهاردة بقى حقيقة ان انا معايا النهاردة يعني وجبة دسمة جدا الحقيقة في الاخبار نهاردة لا صوت يعني فوق طبعا صوت مباراة الاهلي والهلال السوداني اللي هتقام ان شاء الله يوم واحد من ابريل المقبل حقيقة ان كل الناس بتتكلم عليها يعني خلينا اقول كده يعني زي ما السوشال ميديا مسيطر عليها المسلسلات والاعلانات ولكن الحقيقة ان النادي الاهلي برضو يظل رقم واحد دايما في السوشال ميديا هو دايما ليه الكلمة العليا وعلشان كده طبعا كل الاخبار اللي معايا النهاردة بتتكلم عن هذه المباراة الهمة جدا واقل فاصلة جدا طبعا في مشوار النادي الاهلي الافريقي خلينا طبعا نبدأ اولى اخبارنا النهاردة عقدت لجنة المباريات اليوم اجتماعا مطولا للترتيب والتجهيز لكافة الامور التنظيمية الخاصة بمباراة الاهلي والهلال السوداني والمحدد لها اول ابريل باستاذ القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الابطال وطبعا نقشت اللجنة في اجتماع اليوم العديد من الجوانب بدأت طبعا بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الامن والافريقية وتسكرتي واستدات ولقت اللجنة طبعا تفاهما وتعونا كبيرا من جانب كافة الجهات الوطنية والتي تبدل جهدا كبيرا لمساندة الاهلي في مهمته الوطنية وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير طبعا هذا وتعقد اللجنة اجتماعا اخر ظهر السبت المقبل لوضع نقاط فوق الحروف في كافة الموضعات ان شاء الله طبعا الاهلي هيعود غدا للتدريبات بعد انتهاء الراحة اللي منحها طبعا الجهاز الفني بقيادة مستر مرسل كولر المدير الفني للفريق للعبين بعد مباراة الفريق مع القتن الكاميروني بالكاميرون واللي انتهت طبعا بفوز الاهلي بربعية نظيفة الاهلي طبعا هيبدأ مساء غد الجمعة تدريباته استعدادا للمباراة المهمة والمصرية أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والمقارن لها مساء السبت المقبل وتحديدا هتكون في تمام الساعة ألتا ساعة مساء باستاد القاهرة وبحضور طبعا خمسين ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية اللي بنوجه طبعا لها كل الشكر على هذا القرار الداعم للنادي الأهلي في مباراةه الإفريقية خاصة ان الأهلي طبعا أصبح النادي المصري الوحيدة المستمر في البطولة ولديه الفرصة للتأهل لدور الثمانية المباراة طبعا لها طابع خاص ومصرية للأهلي ويكفي للأهلي الفوز بهدف نظيف من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية برفقة طبعا النادي سانداونز المتصدر واللي هيلاعب القطن الكاميروني في جنوب إفريقيا في نفس التوقيت لسه طبعا بنكمل أخبارنا وأعلن التحاد الإفريقي لكرة القدم كافوز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وطبعا ذكر الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر اليوم الخميس بتصويت الجمهور كهربا هو لاعب الأسبوع في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا في مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني طبعا تفوق كهربا في تصويت لاعب الجولة على ثلاثي بيرسيتاو زميله في الأهلي طبعا وكلاتوس تشاما وأيضا ساديو كانوتي ثنائي سيمبا أل تنذاني وحصل كهربا طبعا على نسبة 49.4 من الأصوات في الاستفتاء اللي طبعا أجرها الحساب الرسمي للبطولة شارك الحياة في الاستفتاء 255.521 مشجع بينما جاء تشاما في المركز الثاني بنسبة 43.5 من إجمال الأصوات واكتفى طبعا بيرسيتاو بالمركز الثالث بنسبة 49.10 مقابل 2.2 من عشرة فقط لكانوتي ومن أخبار النادي الأهلي لمنتخب مصر طبعا بكل تأكيد مباراة مهمة جدا للمنتخب خاصة أنها تعتبر المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني طبعا تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا واللي خاد مع المنتخب ثلاث مباريات ودية ومبارات الغد طبعا هي المباراة الرسمية الأولى ليه المنتخب طبعا بدأ معسكر يوم الاثنين الماضي وخاد تدريباته على ملعب الدفاع الجوي واللي هيستضيف بكرة إن شاء الله المباراة بحضور 20 ألف مشجع قائمة المنتخب طبعا ضمت كل من حراسة المرمة هيكون موجود محمد شناوي أحمد شناوي ومحمد صبحي وفي خط الدفاع محمد هاني هشام صلاح محمد حمدي أحمد فتوح وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد المنع وأسامة جلال أما في خط الوسط طبعا هيكون موجود في القيمة طارق حامد إمام عشور محمود حمادة مروان عطية حمدي فتحي أحمد سيد زيزو مصطفى فتحي أحمد عبد القادر وفي خط الهجوم هيكون موجود مصطفى محمد محمود كهربا أحمد حسن كوكا محمد صلاح وعمر مرموش وطبعا بيتواجد منتخباي مصر وملاوي في المجموعة الرابعة واللي بتضم إلى جورهيمة إثيوبيا وغينيا وتشهد طبعا المجموعة تساوي الأربع فرق في عدد النقاط بعد خوض كل منهما مباراتين برصيد تلت نقاط للجميع وتحدث منذ قليل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة عن أهميتها وأهمية الفوز بيها وقتناس التلت نقاط مع أهمية مباراة العودة للتواجد على قمة المجموعة طبعا فيتوريا تطرق لتساوي منتخبات المجموعات في رصيد النقاط بتلت نقاط وأهمية الاتعاد عن كل المنافسين وأوضح ماريو ومارينيكا المدير الفني المنتخب ملاوي أن بعض المحترفي لم يخودوا العدد الكافي من الدقائق مؤخرا وقال مارينيكا في تصريحات نقلتها طبعا صحيف الدانيشن الملاوية لم أتوقع معجزات من اللعبين المحترفين فبعضهم لم يخد القدر الكافي من المباراة مؤخرا وأضاف سنعتمد على اللعب الجماعي وليس على الأفراد وعن هوية قائد المنتخب شدد روماني النظام ينص على أن لم يكن مزافة هو القائد ومن بعده جاء جون باندا وتابع ولأن مزافة طبعا غائب فباندا سيكون القائد ومن خلفه ستانلي سانوتي واستدرك خلال بطولة أمم إفريقيا للمحاليين كان سانوتي هو القائد ومن خلفه ميكيوم مهوني وأتم طبعا كلامه في التصريحات اللي خارج بيها منذ قليل جاب أحد اللاعبين أصحاب الخبرة في المنتخب لكننا لما نغير نظامنا من حيث القادة طبعا نروح دلوقتي من المنتخب الأول لأخبار المنتخب الأولمبي أعلن برزيلي طبعا روديو ميكاليا المدير الفني المنتخب الأولمبي قائمة الفريق المتجهة لخوض مباراة العودة أمام زامبيا وتقاوم طبعا مواجهة الإياب ضد زامبيا خارج الديار وطبعا هيكون ده يوم 26 من مارس الجاري هتكون مباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا خلال التصفيات المؤهلة الكأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 هقق طبعا المنتخب الأولمبي فوض ثمين جدا على نظيره الزامبي بهدفين دون رد في ذهاب دور التالت من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام اقترب طبعا المنتخب من التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عام اللي بتقام طبعا في المغرب واللي هيتأهل من خلالها البطل والوصيف وأيضا صاحب المركز التالت مباشرة لأولمبياد باريس 20-24 خلينا بقى يعني نقول لكل مشاهدين قائمة المنتخب طبعا يعني يمكن تم استبعاد مصطفى أشرف لعب بروسيا مونشنجلباخ بسبب عدم حصولها على جواز سفر مصري وجاءت بقى قائمة المنتخب بكلتالي في حراسة المرمى علي الجبري حمز علاء ومحمد سيجا وفي خط الدفاع محمد أشرف حسام عبد المجيد محمد طارق حاتم محمد محمد مغربي وأحمد عيد وعمر فايد وفي خط الوسط أحمد نبيل كوكا رأفة خليل مصطفى سعد إبراهيم عادل محمود صابر وعماد ميهوب وزياد فرج وعربي بدر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وعبد الغني محمد وعلي زعزع وأحمد عاطف قطة وفي خط الهجوم أسامة فيصل عبد الرحمن عاطف وطبعا يعني آخر أخبارنا النهاردة يمكن هنتطرق يعني شوية خارج بقى إطار المنتخب المصري والنادي الأهلي سواء منتخب مصر الأول أو المنتخب الأولمبي طبعا وهنروح طبعا للأخبار العالمية ونجمنا طبعا الفرعون محمد صلاح النجم ليفر بول طبعا بينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس قائمة المرشحين للجائزة صلاح طبعا بينافس كل من مكايو ساكا جناح أرسنل وزميله طبعا لياندرو تروسرد وأليكزاندر إزاك ومهاجم نيو كاسل يونيتد أليكسز ماك أليستر ولعب وسط برايتن طبعا وتايرون مينجس ومدافع أستون فيلا خلال شهر مارس طبعا نجح صلاح في هز شباك وولفر هامتن بسبعية نظيفة طبعا سجل فيهم هدفين وصنع هدفين زيهم هذه طبعا أثنائية جعلت محمد صلاح بيتصدر قائمة هدافي ليفر بول في الدوري الإنجليزي طوال التاريخ طبعا هي دي كانت كل أخبارنا النهاردة ولكن يعني أنا حب قبل منهي الفقرة طبعا يا أستاذ إبراهيم أبشمان سعد لي أخذ رأي حضراتكم في المباراة المرتقبة طبعا أمام الهلال السوداني يمكن الجمهور هيفرق طبعا أكيد حضور الجمهور هيفرق ولكن عايزة أخذ رأي حضراتكم طبعا على المستوى الفني شايفين المباراة إزاي يمكن يعني هي مباراة لا يمكن هي تقسم على اتنين يعني لا بديل عن الفوز إن شاء الله وكل جماهير النادي الأهلي حط أمال كبيرة جدا على هذه المباراة فحب أننا أخذ رأي حضراتكم طبعا شكرا مؤكد أنها مباراة صورفها استثنائية استثنائية لدرج لأن حطينا نفسنا في صعوبات كادت أن تعصب بفرصة الفريق قبل هذا اللقاء ولكن رجعنا تاني بفضل حاجتين مؤمن جدا بعد هزيمة مخيبة للتوقعات أمام سانداونس 5-1 يأتي فوز كبير عريض على القطن الكاميروني وهذا الفوز مهما قيل عن ضعف المنافس هو مخسرش 4-0 من حد في المجموعة عملنا ماتش كويس جدا بيقول إن إحنا عندنا القدرة ولكن كان كثير من الأمور غائبة في ماتش سانداونس ما أظهرتش هذه القدرة فإحنا أهمية الفوز بالربعية إن الجن الرابع ده حطنا عندما تعادل القط مع تعادل الهلال مع سانداونس بملعبه إنه أصبح الفوز 1-0 يكفينا أو فرق 2 فيما لا قدر الله لو استقبلنا هدف ده بيقول إيه بيقول بسط مرار ما هنستهترش أو نقلل من الفوز مهما كان المنافس بتاعنا لازم نسعى للفوز بأكبر قدر من الأهداف عشان ما هنش عارفين هنحتاج له ولا لا واحتجنا له في هذه المباراة حيعنيني قبل المستوى الفني اللي هيكلمك فيه الأستاذ إبراهيم أنا أتحدث عن أمر آخر إنها مباراة تشهد توطر ولكن توطر غير مسبوك اعتدنا في السنوات الأخيرة على بعض التوترات في لقاءنا مع الهلال الشقيق الذي كان دائما يشار إليه أنه والأهل تربطهم بعلاقات مميزة جدا داخل أفريقيا وبالذات في السودان أو إنها الأخيرة بدأ يظهر بعض التوترات اللي بتقول إن وراها أصحاب مصالح صدروا هذه التوترات والصعوبات للنادي الأهلي بين وبين أندية مصرية ثم حوالوا يصدروها برا بيننا وبين الشمال الإفريقي مرة في تونس مرة في المغرب مرة في ليبيا والآن يحدث الأمر مع الهلال وتناغم تبادل نغمة الهجوم يعني العدوانية بين هؤلاء صناع الفتنة الداخليين وبعض الذين يستجبون لهم خارجيا في الأثناء بتظهر أصوات عقيلة في كل المعسكرات بما فيها معسكر النادي المنافس وخصوصا على السوشيال ميديا للأسف مش موجودة قوي على وسائل الإعلام ولا على شاشات التلفزيون ومنابر الإزاع ولكن بعض اللاس اللي بيقول لهم اللي هم ليهم حسابات على السوشيال ميديا عقل واحدة واحد أو اثنين أو ثلاثة مش عايزة تقرب بالاسم عشان هما فيهم اللي مكفيهم تجار الكراهية من المعسكر اللي بينتموا إليه عامل لهم مشاكل لكن أنا بحييهم ولهم أنتوا صح صدروا الروح الرياضية اللي الأول مرة تترجم بشكل عملي بنطالب به دائما وبتلقى صدق أيضا داخل معسكر النادي الأهلي فتبادل هذه المواقف الطيبة الإيجابية هو اللي حيقودنا بإذن الله إلى يعني كرة قدم حقيقية وأيضا آخر كلمة جمهورنا في اختبار رائع إزاي تحافظ فرقيتك وإزاي ترحب بالمنافس صحيح مزبوط بالحقيقة مريم طبعا شكرا على الاطباء الخبرية المتنوعة بتاعتك أنا المتشكرة لحضراتكم طبعا مخصوطة جدا أنا كنت معيكم النهار دا أكيد الحقيقة من الناحية الفنية مريم المباراة فيها مشكلة كبيرة جدا التوقيت بتاعها لحظة أن احنا عندنا سبع لعيبة مع المنتخب الأول لغاية يوم الجمعة يبقوا موجودين مع المنتخب فيه تلاتة مع منتخباتهم عندنا أفضل تلاتة من القوى الأساسية مسافرين لمنتخباتهم وبالصدفة كلهم بيلعبوا مباريات منتخباتهم برى الديار يعني إذا كان بيرسيتاو بيلعب مع جنوب أفريقيا في ليبيريا فعايز ييجي بعد بكرة يمكن السبت أول حد ييجي من ليبيريا عندنا كمان علي معلول موجود مع منتخب تونس في ليبيا عندنا أليو ديانج موجود مع منتخب مالي في جنبيا لما يلعبوا مباراتين في وقته قصير فاربعة أيام ذهبوا عودة وبعد كده ييجي السبع لعيبة بتوع المنتخب الأول منتخب مصر دول قوة أساسية في الآلي وقوة أساسية في المنتخب التلاتة المحترفين الأجانب والأربعة اللي في المنتخب اللي لونب اللي مسافرين كمان مع ملاوي إذن القوة الأساسية الفنية المهمة جدا عندها ارتباطات لغاية قبل المباراة الهلال بتلات أربعة أيام كل الأمل إن إن شاء الله تعالى ييجو سنان محدش يتعرض لأي إصابة لأنه ديق الوقت مخلي لو أي واحد جاله برد مش هيل حيخف فنتمنى إن شاء الله فنيا يكونوا جاهزين بدنيا ما يتأثروش الناحية التاكتيكية والناحية الفنية أعتقد مستر مارسل كولر زي ما أنت أشارتي جاي الفجر بكرة الجمعة يكون موجود في القاهرة إن شاء الله في وقت كاف حيمرن التمرينة بكرة بالليل أول تمرينة له أتمنى إنه يكون الفترة الكافية الفترة اللي فاتت قدر يفحص الفريق السوداني كويس قوي قدر يتعرف عليه كويس قوي ويبدأ مرحلة التجهيز الفن إن شاء الله طيب أستاذ إبراهيم أخيرا شايف مباراة يعني المنتخب أمام ملاوي إزاي خاصة أن دي المهمة الرسمية الأولى لروي فتوريا يمكن هو تولى في شهر يوليو الماضي ولكن هو أمام اختبار حقيقي طبعا أمام مباراة ملاوي يمكن هيكون ده هو الاختبار الأول ليه رسميا شايف هزاي رروي فتوريا الحقيقة بدأ ثلاث مباريات وديات كان موفق فيها بدأ المعسكر الأخير بروح كويسة جدا استقبل اللعيبة بشكل كويس قوي كان سعيد بهم جدا شفنا كلامه على محمود كهربا واهتم جدا إنه يتصور مع كهربا ويطلع صورته مع كهربا ويحيي تحية خاصة جدا ده بيعكس إنه ده راجل قادر يحط فعلا الفريق في مود معنوي شوية أحسن من الفترة اللي فات كل الأخبار اللي جاية من المعسكر بتاع المنتخب إن اللعيبة في حالة معنوية كويسة هما طبعا بدنيا وفنيا جايين جاهزين لأن احنا في وسط الموسيب لكن أعتقد الحالة المعنوية والجو العام بتاع المنتخب أحسن بكتير من قبل كده رروي فتوريا عنده حماسة شوية للتجربة بتاعته وعنده حماسة للكرة المصرية على فكرة لأنه هو اللي راح جاب الرجل بريرا رئيس لجنة الحكام من البرتغال ومهتم بإصلاح الكرة في مصر قدم لهم مشروع شامل لإصلاح الكرة أتمنى أنه مباراة ملاوي تكون فعلا بداية قوية ليه لأن احنا كمان هنروح نلعب مباراة العودة اللي هناك وناخد شوت كبير في التأهل للأمم الأفريقية إن شاء الله نتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني وأيضا أكيد كل التوفيق للنادي الأهلي أمام طبعا الهلال السوداني بشكركم مرة تانية كل سنة وحرطكم طيبين وكل سنة وكل مشاهدي قناة الأهلي طيبين ودايما يكون الأهلي في رمضان حاجة تانية ومختلفة تماما شكرا جزيلا شكرا شكرا للزميلة مريم سميح وشكرا لحضراتكم